السلام عليكم العثور على الهاتف المفقود أو المسروق هناك أكثر من طريقة تابع الفيديو للنهاية وإن شاء الله يتم استرجاع الهاتف لكن قبل البدء في شرح الفيديو أتمنى منكم أن نزول إلى أسفل الفيديو والضغط على كلمة اشتراك لكي يصل كل جديد نقوم بتنزيله عبر هذه القناة أول طريقة نقوم بالذهاب إلى حساب جوجل نكتب في جوجل كروم حساب جوجل تظهر لنا هذه الصفحة نقوم بالضغط على حساب جوجل كما تشاهد بعد ذلك نأتي هنا في الأعلى كما تشاهد هنا إلى الأمان نقوم بالضغط عليها ثم ننزل إلى الأسفل كما تشاهد إلى هذا الخيار البحث عن جهاز المفقود تظهر لنا هذه الصفحة نقوم بالضغط على اسم الجهاز كما تشاهد نقوم بإدخال الجميل الخاص بنا الذي يوجد على الجهاز المفقود بعد ذلك تظهر لنا هذه الصفحة إذا أردت إصدار رنين إلى الهاتف على سبيل المثال إذا كان الهاتف مفقود في مكان وأنت تعلم هذا المكان أو مفقود في المنزل تقوم بعمية إصدار الرنين لكن إذا أردت تحديد موقع الجهاز نقوم بالضغط على هذا الخيار تحديد الموقع كما تشاهد من هنا باستخدام على سبيل المثال هذا التطبيق وهو التطبيق تابع إلى جوجل خال كلمة المرور كما تشاهد ظهر الجهاز حييكم من أرض فلسطين كما تشاهد هنا الجهاز في يدك نرجع إلى الوراء بعد أن فقدنا الأمل من هذه الطريقة على سبيل المثال نريد قفل الهاتف إدخال كلمة مرور كما تشاهد هنا نقوم بكتابة ملاحظة إلى الشخص الذي عثر على الهاتف على سبيل المثال أنا فقط هذا الهاتف ويرجى المساعدة في استرجاع الهاتف الخاص به وبعد ذلك نقوم بكتابة الرقم الذي تريد أن يتصل الشخص الذي عثر على الهاتف به على سبيل المثال رقم ثاني لك أو رقم أحد أصدقائك وبعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة قفل هذه الطريقة الثانية أو الطريقة الثالثة محاولة الاتصال بالهاتف كما تشاهد إذا كنت قد نسيت رقم الهاتف الخاص بك يعني يمكن أن تستعين بأحد الأصدقاء جهات الاتصالك المسجلة في حساب الجميل وتذكر أو الطريقة الثالثة تسجيل الخروج من الهاتف وهذه الطريقة يعني يتم الخروج من حساب الجميل الخاص بك طريقة الأخيرة وهي التي لا ننصح بها إلا إذا يعني فقدت الأمل نهائيا من استرجاع الهاتف الخاص بك تقوم بالضغط عليها وبعد ذلك يتم محو جميع البيانات الموجودة على الهاتف يرجع الهاتف بدون أي بيانات كأنك قمت بعمل فرمات والطريقة الثانية وهي بالحصول على الرمز التسلسلي إلى الجهاز الخاص بك ويمكن الحصول على الرمز التسلسلي بعدة طرق على سبيل المثال من هذا التطبيق وهذا التطبيق على جوجل بلاي بعد أن ظهر لنا اسم الجهاز الخاص بنا نقوم بالذهاب إلى هذه العلامة لكي نحصل على الرقم التسلسلي الخاص بالجهاز نقوم بالضغط عليها كما تشاهد تم إظهار الرقم التسلسلي الخاص بالجهاز بعد ذلك تقوم بالذهاب إلى أحد مراكز الشرطة أو إلى أحد شركات الاتصال وتزويدهم بهذا الرقم بحيث إذا وضعت شريحة أي شريحة على الهاتف الخاص بك تقوم شركة الاتصال أو الأجهزة المخولة بذلك على سبيل المثال الشرطة وما إلى ذلك برصد الرقم التسلسلي إلى هذا الهاتف وهذه الطريقة إن شاء الله تكون فعالة أرجو أن تكونوا قد استفدتوا من هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة